بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة اشرف القاضي اولا كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن شاشة من شاشات القمة بالنسبة لشركة سامسونج سامسونج يا جماعة يعني عملت لنا مفاجأة غريبة ومفاجأة غير متوقعة انها انتجت شاشات الاوليد الاوليد دايما كان خاص بشركة ال جي وبعد كده سوني اه وكان الكيوليد هو يعتبر اعلى سقف بالنسبة للانتاج بالنسبة لشركة سامسونج فجئنا بسامسونج انتجت شاشات الاوليد اه كتير من الناس تخوفوا انها تكون كيوليد وليست اوليد يعني زي الاصدارات الاولى من شاشات الكيوليد الخاصة بسامسونج لكنها اوليد حقيقي شاشة اوليد بكل معنى ادوات التشغيل وشكل البانال الخاص بيها اللي احنا كلنا عارفين ان الاوليد بتكون حوالي لوح زجاجي حوالي 6 ملي او 7 ملي اه الاوليد حقيقي موجودة حاليا في سامسونج اه في الموديل الجديد موديل 20 23 موديل اس 95 بي سامسونج اس 95 بي كلنا اولا في البداية لازم اقول شاشات الاوليد من اغلى شاشات العالم ونحط تحت الجملة دي 100 خط شاشات الاوليد بتبدأ الشاشات الاوليد الطبيعية في الجي في سوني وحاليا في سامسونج بتبدأ من حوالي 35000 جنيه الكلام ده حقيقي احنا بنعرض هنا عشان مش بنقول انها اشتروها لان الشاشة دي هتكون شاشة للعرض او شاشة للمشاهدة الخارجية او شاشة للفورجة من بعيد اه بسبب يعني غلاء اسعار جميعا واحد الشاشات العادية حتى فما بالك شاشة الشاشة اللي بنتكلم عنها النهاردة شاشة سامسونج اس خمسة وتسعين بي اوليد فور كي مقاسر خمسة وخمسين بوصة منها عامل حاليا خمسة واربعين الف جنيه ده السعر طبعا هو سعر وهم سعر عالي جدا وسعر يعني يعتبر رفاهية زيادة عن اللزوم كمان لكن احنا حبينا نعرض الخصائص فقط مش بننصح اشتري او ما تشتريش ده حاجة ترجع لك لكن احنا بنعرض خصائص تكنولوجيا عالية الاداء من شركة سامسونج اللي انتاجت شاشة الاس خمسة وتسعين بي الشاشة دي يا جماعة سطوع والوان معززة بدقة الالترا اتش دي الفور كي المبهرة حقيقي شاشة درجات اللون الاسود العميق ودرجات الالوان كاملة بنسبة مئوية مية في المية في وحدات بيكسل ذاتية الاضاءة الخاصة بتكنولوجيا الاليد الشاشة عندنا يعتبر بروسوسور جديد البروسوسور الخاص بيها او المعالج بتاعنا هو الناترال كوانتم بروسوسور فور كي مع سطح الشاشة الاليد الحقيقي مع كمان خواص الدول باتموس الخاص بمزايا الصوت النقي الصوت رباعي الابعاد حاليا اصبح في سامسونج آآ خمسة اس خمسة وتسعين بي لو اتكلمنا على الشاشة بالنسبة للسمات طبعا الشاشة يا جماعة على عكس تلفزيونات الاليد التقليدية بتوفر لك آآ الوان لا مسيل لها بتتروح بين الاسود العبيق والابيض الناقي جدا ودرجات كاملة من الالوان ازهية النابضة بالحيوية كمان مع تقنية آآ الليد ذاتية الاضاءة المتطورة تقدر تستمتع بصورة دقة عالية جدا ونقاء واشراك اكثر من اي صورة تانية كل ده موجود عندنا آآ بسبب النترال كوانتم فور كي المعالج الخاص بالشاشة سطوع والوان معززة بدقة الفور كي المبهرة اللي بتديك تخطيط الوان ادراكي ومعزز بسطوع عالي الاداء جدا وتباين وتفاصيل لمسيل لها مع تكنولوجيا ارتقاء بمستوى الذكاء الاصطناعي بدقة الفور كي آآ لو اتكلمنا على الشاشة دي يا جماعة التصميم بتاع اولا هو التصميم انسيابي فائق الاناقة والنحافة شاشة رفيعة جدا حقيقي زي ما هنشوف في الصور مع بروسسور حديث جدا بروسسور عالي الاداء لو اتكلمنا كمان على الشاشة نفسها او البانال نفسه هو الليزر سلم ليزر سلم بيديك تصميم نحيف جدا شبيه بالليزر انيق وعصري جدا وبيتصم بالجمال والقوة الاستثنائية هنقول ان سطح البانال بتاع الشاشة دي من الاسطح القوية اللي بتتحمل الصدمات بصورة ودقة عالية جدا كمان بفضل الحواف البسيطة للبانال ومظهره الخلفي المسطح رفيع جدا النحيف فهو بينساجم بسلاسة مع اي ضكور بغض النظر عن اي مساحة موضوع فيها كمان تكنولوجيا دولبي اتموس مع مكبرات الصوت زي القنوات العلوية الموجودة في الشاشة عندنا بتوفر لنا قنوات علوية من الصوت في تجربة لمسين لها مع تكنولوجيا دولبي اتموس اللي بتخلي المشاهد وفي نفس الوقت الناس اللي بتلعب جيمينج على الشاشة بيشعروا انهم في قلب اللعبة وفي قلب الحدث بفضل تدفق الصوت والمتعدد الابعاد الموجود مع الصورة رباعية الابعاد كل ده يا جماعة على شاشتنا شاشة اس خمسة وتسعين بي طيب لو اتكلمنا على قوة السطوع وعمق التباين في الشاشة الشاشة عندنا بتتمتع بقوة سطوع وعمق التباين عن طريق المعالج الناترال كوانتم بدقة الفوركي بيحلل لي المشهد وبيعزز لي السطوع عشان يوفر لي اقصى مستويات السطوع والتباين مع تلفزيون الاولد بتكنولوجيا الكوانتم اتش دي ار المدعمة بوعادات بيكسل ذاتية الاضاءة بيخليك تقدر تشوف الرؤية اوضح والتفاصيل اضق كل ده على شاشة بتاعتنا كمان يا جماعة درجة التحقق من جودة الالوان ودرجاتها مع تكنولوجيا تخطيط الالوان في تلفزيون سامسونج اولد بيدينا الوان دقيقة جدا لتمثيل الالوان الحقيقية بنسبة مئوية مية في المية هتستمتع باكتر من الفين لون مع مختلف درجات الوان البشرة مع الاولد كمان الشاشة بتدعم اكتر من 12 مليون درجة لونية مقررة للالوان مبالك ان كل ده على صدح الشاشة 55 بوصة درجة لونية عالية جدا مع اداء لوني احترافي مع كمان يا جماعة عندنا في حاجة اسمها محسن العمق الحقيقي اللي بيساعد العين البشرية انها نفسها تشوف زيادة التباين المقدم في المشهد اللي على الشاشة عندما تشاهد فيلم وصائقي او تشاهد قنوات علمية او قنوات طبيعة فانك هتشوف محسن العمق الحقيقي بيعززلك تجاعيد الصورة خصوصا في صور الغابات صور الحيوانات في الغابات هتقدر تشوف انك تقدر تلقط تجاعيد وتفاصيل مبسطة جدا لأدق تفاصيل الاماكن والحدود في الغابات خصوصا الصورة محسنة بالذكاء الاصطناعي عشان كمان راحة العين عندنا وضع الفريد من سامسونج بيديك نوع من الاضاءة الالكترونية او الاوتوماتيكية اللي بتتكيف مع اضاءة المكان الاضاءة النهارية او الاضاءة الليلية كل ده عشان يحافظ على نظر المشاهد وعلى مقلة عين المشاهد يقدر يشوف الصورة بوضوح عالي جدا بدون هالة ضوئية مؤزية للعين كل ده في شاشتنا الزكية اللي معاها معالج عالي الاضاء اس خمسة وتسعين بي طب لو تكلمنا على التحسينات بتاعتنا بقى الموجودة الاستثنائية على الحركة كتير من الناس هيسأل هي معدل تحديث كام هيرتز الشاشة دي يا جماعة شاشة معدل تحديث مية وعشرين هيرتز زي اغلب شاشات الاوليد على مستوى العالم نخلي بالنا ان كل شاشات او تسعة وتسعين في المية من شاشات الليد العادية او الليد باكلايت او شاشات حتى الكيو ليد كانت بتوصل لغاية ستين هيرتز او تسعين هيرتز فقط مهما كان مستوى الاداء والسعر لكن هنا عندنا شاشة معدل تحديث مية وعشرين هيرتز ودكة الفوركي مع خواص التيربو بلاس اللي بتديك خواص لعب جيمينج على ديفايس الخاص بالالعاب زي مثلا بلاي ستيشن فايف بيديك تحسينات استثنائية على معدل الحركة بمعدل تحديث مية وعشرين هيرتز ودكة تصل لفوركي عشان تمكنك من الاستمتاع باللعب وما ينطوع عليه من حركة انسيابية دون تأخير او تشويش كل ده يا جماعة في شاشتنا اعالية الاداء الخاصة بالاولد من سامسونج الصوت بتاع الشاشة بيعتمد على خواص الاو تي اس اللي بيديك خاصية تتبع المعتمد على تتبع موقع الاكسام الصوت بيوصل لغاية طابلة الاوزن او اوزن المستمع كأنه بيتتبع درجة حرارة جسمك فده بيديك احاق انك في صالة سينمائية مع صوت محيطي عالي الاداء مع ساوند بار يعتبر من اعلى انواع الساوند بار الموصل للصوت بدرجة رقمية عالية جدا كمان في تناغم تام بين التلفزيون وجهاز الصوت الخارجي بنظام الكيو سيمفوني اللي بيقدر يحيطك بتناغم صوتي رائع وصادر من تلفزيون وجهاز الصوت ارخاص بالشاشة الشاشة يا جماعة فيها رسيفر داخلي تدعم البس الارضي وفي نفس الوقت هتقدر انك تشاهد كل ما تريده على شاشة ال S95B لانها كل عليها كل منصات المشاهدة على مستوى العالم مع كمان المحتوى المعروضة على التلفزيون وعلى هاتفك او في شاشة واحدة سبقك انت بتشاهد بس حي للمباريات الرياضية او مقاطع فيديو تعليمية او العاب كل ما عليك فعله هو توصيل الشاشة بمصدر الطيار وتبدأ تستمتع كمان الشاشة بتدعم اتصال الهاتف واتصال هاتف الاندرويد واتصال هاتف الايفون بصورة مميزة جدا كمان الشاشة بتدعم الباحس الصوتي او المساعد الصوتي البيكس باي اا معانا وكمان الشاشة تعتبر عليها نصة عالية الاداء هي نصة تايزن الخاصة بسمارت الشاشة احنا بنتكلم على شاشة اوليد من الفئة التاسعة اعلى فئة حالية موجودة في سامسونج حجم 55 بوصة وموجود منها كمان حجم متاح 65 بوصة دقة 3840 بيكسل في 2160 بيكسل مع امكانيات عالية الاداء لشاشة اوليد تعتبر اول انتاج لشاشات الاوليد من شركة سامسونج معالج بتاعنا هنقوله تاني هو الناترال كوانتم 4K مع اكتر من 8 مليون درجة لونية مع كمان يا جماعة الاعلى من كده الشاشة بتدعم دقة المليار لون كمان الشاشة بتدعم المدى الديناميكي العالي الـ HDR او الـ High Dynamic Range بتكنولوجيا القوانتم 8G وكمان تكنولوجيا الـ High sigh اه اللي هي الهايبرد لوج جاما اه مع تباين بوحدة بيكسل ذاتية الاضاءة ويكوننا كلنا بنسمع على حاجة اسمها او البيكسل الميت البيكسل اللي بيموت على سطح الاولد الشاشة هنا يا جماعة اه عملت خواصة عالية جدا بتمنع وجود حاجة اسمها الديد بيكسل اه وكمان اداتنا تخطيط الوان ادراكي مع زاوية مشاهدة فائقة الرؤية مع محسن العمق الحقيقي مع تكنولوجيا الخاص الحركة الخاصة بالتيربو بلاس مع تقنية الاوتو موشن بلاس مع خواص الحركة الواضحة الشاشة لو تكلمنا هنتكلم عليها كتير جدا الشاشة امكانياتها عالية جدا اه تعتبر افضل واقوى شاشات العالم حاليا هي السامسونج اس خمسة وتسعين بشاشة اوليد فوركي حقيقي مع امكانيات عالية جدا مع معدل تحديث اعلى معدل تحديث حاليا في الشاشات هو مية وعشرين هيرتز سعر الشاشة دي زي ما قلنا هو خمسة واربعين الف جنيه حاليا بالاسواق شكرا جزيلا لحضراتكم ضمتم بصحة وبعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته